المجهر تيكا دويت هدي بن عباس رئيس غرفة التجارة والصناعة التنسية اليابانية مرحبا بك شكرا لك على قبل دعوة شكرا رئيس تيضافة اللغ في جمعة من زمانة قبل ومارتين هذا يعني أنه بالنسبة لنا حبينا مع الغرفة نفهمه قيمة التظاهر هذه إلى حد الآن سي الهدي تقييم أولي القمة الثامنة تيكاد مقارنة بلي حضرت فيهم الزوز السابعة والخامسة كيف تقييم أولي للتكاد هو التقييم يصير على عدة المجالات ومستويات أولا على مستوى التنظيم وهذا حاجة تنظيم مادي ما فماش حاجة تذكر الأمور تعدات على أحسن ما يرام لازمنا نعرفه حتى التنظيم المادي لو عنده زوز جوانب فما الجانب اللي يهتموا به اليابانيين ومنظمة جاترو اللي هي منظمة المنتدى الاقتصادي البزنس فوروم هي متكلفة به في كل جوانب والتنظيمية وصار بطريقة حقيقة يعني على جابونيز كما نتصوره وفما الجانب المادي التنسيقي اللي هو يدخل في التنظيم اللوجيستي اللي هي بالطبع البلد منظيف هو يتكلف به وإجمالا ما فماش إشكاليات طرحت على المستوى ذاته ولكن هذا مش هذا اللي يمنى أكثر يعني اللي يمنى هو المخرجات أنا جاينا المخرجات خلفها مشوية التوين سيحبوا يفهموا هاتيكا هذا اللي تعادى كيفاش تعادى تعادى سلامات لباس إلى حد الآن قتل على زوز المقاربة التنظيمية هذه لباس الحضور الرسمي لوفود المشاركة هل كان في حجم الحدث؟ ربما مش في الحجم على مستوى العدد لكن على مستوى الكيف كان حقيقة في المستوى ليش؟ لأنه خمسين من كبار الشركات اليابانية شركات اليابانية مش شركة تخدم في مجال واحد تاخد تويوتا مثلا ولا ميتسو بيشي ولا ميتسوي ولا سوميتو مو تخدم في عديد المجالات وتغطي كل القطاعات هي مجامعة هي مجامعة لذلك وقتا يحضر البيدي جي متاحة يعني يمثل كل المجموعة يعني ميات ياباني حضروا رسميا يعني ذي الوفد الرسمي خمسين معه واحد يعني كل رئيس مجمع يجيب معه شخص آخر كانوا مياه على المستوى الرسمي ثم على المستوى الغير الرسمي يعني مش في الوفد الرسمي كانت عديد العشرات كان مش أكثر من ميتين أو ميتين وخمسين أخرين جاءوا بمتلقاء نفسهم لذلك علش عملنا فعاليات موازية لأنه ما عندهم شي إمكانية بيش يدخلوا في إطار التنظيم الرسمي لأنه مش مستدعين رسميا ما عندهم شي البادش بيش يدخلوا دونك عملنا فعاليات موازية سواء كان الدولة التونسية أو الوزارات المتعدة عملوا فعاليات موازية في مدينة ثقافة ثم أحنا كغرفة عملنا فعاليات موازية نتاعنا في الشيراتون يعني إجمالا كان الحضور مشرف مشرف يعني خرجت بحصيلة مشرفة على مستوى التمثيل والحضور الياباني في تونس والحضور حتى الإفريقي ما كانش مكثف عدديا مرة أخرى لكن كان موجود على مستوى راقي لأنه عندك 24 رئيس دولة ورئيس حكومة حاضرين و20 يعني وزير 44 بصفة عامة يعني دولة ممثلة في الظروف الحالية وفي الكوفيد وما إلى ذلك يعني تسمى على هذا المستوى طيب اليوم الحالثة ديبروماسية بين الخارجية المغربية التونسية هل أثر على سير القمة؟ على مستوى المحتوى لا أعتقد ربما على مستوى العلاقات الثنائية والمحدثات الثنائية وذا ما تعنيناش أحنا كغرفة لأن دينا كان بالمحتوى اللي بكل صراحة هو أهم ما فما في اللقاءات هذه لأنه إذا ما نفهمه رأي ما هيش لقاء ثنائي تونسي ياباني رأي ما هيش متعلق بالاستثمار الياباني في تونس رأي ما تعلق باليابان وكامل القارة الإفريقية والقارة الإفريقية فيها 54 دولة وكل دولة جاية بالبرنامج المتاعها وكل دولة جاية بالمشاريع على حاملتها ويجب كل دولة الدافع على حضوظها فيما يعني اليابانيين يعتقدوا أنهم مقدرين بشي يعملوها كاستثمار يعني يلزمنا أحنا يلزمنا نحدو موقعنا في القارة الإفريقية في ظل مزحمة كبيرة ياسرة بابين لكل البلدان يلزمنا أحنا نلقاه بقاطنا ونشوفوا كيفاش ندافع على حضوظنا بالإمكانيات متاعنا وفي المجالات الاقتصادية اللي ربما عنا فيه يعني يعني بالمقارنة للبلدان اللي تنافسنا ربما عنده امتياز ولو حتى بسيط الهدي بن عباس شنوه رأيك في انطباعات الأولية من الوفود المشاركة انت اللي عشت من داخل جزء منظم شنوه رأيك في انطباع الوفود المشاركة هو الانطباع عنده نوعين فما الانطباع على مستوى المحتوى وفما الانطباع اللي ربما فيه شوية ملاحظات سلبية وهذا عادي جدا يعني مشيت الكينيا صار نفس الشيء يعني الانطباع الأولي بالطبع فما عديد المخرجات يعني عديد النتائج لكن النتائج مثلا نعطيه كشنوه يصار نهار 27 نهار 27 وقع عرض يعني طبع نعطيه لك حتى القائمة اللي أنا بيبليك متعلي ام ويو متع الاتفاقيات اللي وقع المصادقة عليها وهي في عدد 92 اتفاقية مش حاجة بسيطة 92 على مستوى القارة الافرقية ككل احنا توانسف ثلاثة اتفاقيات موجودين في وسط 92 اذوما لكن هذوما نتيجة الاتيكاد السابق يعني شوف انتي كيفاش يعني النتيجة متاحها تجيب سنين من بعض احنا تاوه يلزبنا الخدمة تبدأ تاوه اليوم تبدأ كما حكيت لكامرة الأخرى باش في ماشي ما نحصلوا حاجة في تيكاد تسعة قبل تيكاد تسعة ويقع الاعلان عليها في تيكاد تسعة لكن يجبنا ندافو على المشاريع اللي حطيناها على التاولة اذا كانوا ما نعملوش الخدمة هذية لسوي في المتابعة روكينا ما عمل لحد شي وانتيحوا في المعضلة لم تاوه اليسار تقبل نسكول تحكي عليها نسكول تحكي عليها موضوع معضلة الفانفان تعرضوا بالكم من منتدى عشرين عشرين موش نفس الميكانيزم موش نحكيو على نفس الشي معنى هكا ولا يسي يعني وذي الخلطة اللي صار ما هو شي معقول يعني يجبنا ننيرو رأي العام في الموضوع ذي شوف الفانفان تونس كبلد تحب على الاستثمار مشيت تفركس شكون يحبي يستثمر بجربي يجيو عندنا وشوفوا كيفاش معناها وعننا مشاريع كيفاش نجم وتمولوها بيلة ذي لا هذي فرق كبير يازل يعني فما الاستعداد من المستثمينين اليابانين يعني هو جاي يلوج على فرص الاستثمار مش عنا مش نجيبوه ونشحتوه بشي استثمار ومش بيلاتيرال من الناحية مش بيلاتيرال اثنين هو جاي معناها بنية الاستثمار يحبي يستثمر ويلوج على فرص الاستثمار ولذي وقت واحد هو طالب يزمك انت يتحط له على الطاولة حاجات نجيب له شيء يعني حاجات تخليه يحبي يستثمر ويتشجع بيستثمر لكن هذه تطلب شنوه طلبه قاربة علمية للاستثمار تطلب توفر له كل الوسائل خلاف المشروع في حد ذاته خارق العادة على الورق ولا يكون خارق العادة حتى في الواقع لكن اذا كان المحيط الكامل اللي تابعه ما يمشيش روما ما يستثمرش لانهم مرة اخرى كلها مشاريع عمتها خواص يعني 92 ميو اللي تعرضوا نهار 27 بكلهم خواص حتى ولو يبدأ مشروع بتاع الدولة كي مثلا الاتفاقية ما بين السناد لكن ما عملتها شي مع السناد بتاع اليابان عملتها مع الطيوتا يعني مع شركة خاصة نحكي عليهم شوي اخر بعض الاتفاقيات ونحكيو على الواحدة وثمانين المشروع في القطاع الخاص المقترحين في الكتابة الابيض جوش بعض الفاصل فهمتوا اللي حايتين تحت المجهر شوي تنظيم وهتنقول تقييم التيكات سيد يدي بن عباس رئيس غرفة التجارة والصناعة تونسية اليابانية شوي خرجوا لنا وينوصلنا في الواحدة وثمانين المشروع في القطاع الخاص اللي تم عارضهم في الكتاب الابيض سيد يدي بن عباس رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية نحكيو على تقييم التيكات تيكات جاي وين؟ تيكات جاي في اليابان مرة في اليابان مرة في افريقيا في اليابان في 2025 كل ثلاث سنين اكيد في شهر اوط 2025 لماذا يجب أن نختمه حتى 2025 لمتابعة المخترحات المشاريع التي حطيناها على التاولة حطينا على التاولة 81 مشروع في القطاع الخاص تم اختيارهم بالمئات المشاريع قدمناهم في الكتاب بالأبيض في غرف التجارة وصلنا على تونسية اليابانية و الهذاية كان الكتاب التي تعطى لليابانيين التي كانت تخلوهم هاي المشاريع اللي تم اختيارها في تونس في ال81 مشروع شو تم في علاقة بال81 مشروع هذية سيلياس قبل ال81 مشروع خلنا نعتيك على البروسيسيوس اللي مشينا فيه خطرنا احنا كي بدينا نخدمه في الفين وعشرين حبينا نخدمه في الإطار اللي اليابانيين حدوها يعني شنو ما هوم يحبوا باش ما نكونوش نشائز باش ما نكونوش خارج عن الموضوع بلتلنا عليها هذه أولويات هامة جدا معنا يجب أن نركزوا عليها باش المشاريع تكون ماشية في اطنية صحية واخدينا المشاريع في المجالات اللي هوم حدوها من 225 مشروع خطرنا 81 لأنهم مرة أخرى الكادر في الإطارة ذي اليوم احنا حطينا مع التاولة سواء كان في الكتابة ذي تشوفيه في يدك أو بطريقة إلكترونية على الموقع متاع الغرفة اللي هو مفتوح للجميع في اللقاءات الثنائية اللي عملناها تيلة التذيام وذو ما اللي يتعديو وكان عندنا الغرفة كانت عند لقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين لأنهم يتابعوا فينا من 2020 شو نحضروا معنا وصلنا للزبدة متاع العمل المتاعنا ورينيهم لكتاب صفح نعمة بعضنا بطبع الياباني كأي مستثمر في العالم ما واشي اليوم شايفك توا توا بشي صحة معاك ويفخك على أي مشروع كان حتى ولو مشاريع هامة جدا المهم هو أنه يلزمنا نعملوا لجنة متابعة مشتركة يعني أحنا ما بيننا أحنا كغرفة لأنه أصبحنا الفيزا في الأساسي في تونس مع اليابانيين مع الناشي في علاقة بالمشاريع هذي بيسير بالطبع حسب المشاريع هذية اتفقنا باش نعملوا المتابعة مشتركة مش نشوفوا كيفاش الآليات متاحة لكن مش صعيب مع اليابانيين لأنهم متعاملين معاهم منذ مدة وهذا هو اللي بشي خلينا مبعد نأكدوا ونطلعوا في حذود المشاريع هذية باش تتقبل لكن راو سيلياس بجو نكونوا واضحين من رأي العام مش واحدة وثمانين مشروع احنا عرضنا مش يقبلهم واحدة وثمانين مشروع هذا سوق راو سوق الاستثمار في عرض وطلب احنا نعرضوا وندافوا على حذود ثم سنا راو لكن هذه ما نسهلوا على المستمع احنا شقلنا المستمع قلنا لي راو كيف شركة كينيا في 2019 راو في اللخر كينيا خرجت بقدش ستاشن ثمنتاشن اتفاق ايه اليوم تونس باش خرجت بعد اتكاد ايه نسيش مو بش نفهم ايه تفضل تفضل هي كينيا خرجت بالثمنتاشن اتفاق نهار ثلاثة ماي الفين واثين وعشرين تصور انتي الوقت اللي يبقى باش الامور تتجسم على ارض الواقع احنا اكا عليش نأكد على فكرة كونو منتوا يلزمنا نخدمو باش نخرجوا بالثمنتاش ولا عشرة ولا خمستاش وقت ايش في الفين وخمسة وعشرين ما ينجمش يصير اقبل الا في حالات نادرة هون عديك الحالات النادرة اللي صارت يعني طوى نهار ستة وعشرين وقع التوقيع مش حتى التوقيع الانجاز يعني وصلنا طور الانجاز عليه لانه المشروع كان ناضش لانه الشركاء يعني التونسي والياباني حاضرين على كل المستويات انيماد من ناحية اللي هي يعني شركة عريقة وعندها وتصدر للعالم اجمع يعني ما عندها حتى اشكال لا تقني ولا مادي ولا حد شي ادوية والجي كيوب في الادوية نعم وجي كيوب اللي هي زادة شركة بني عريقة جدا وتخدم في مجالات عديدة لاثنين جهزين ماديا ومعنويا وقانونيا جويند فانشر صحة نهار ستة عشرين وقتا نحكي جويند فانشر معناها صحيح شركة وسماها يعني نيبوماد معناها اليابان ويونيماد وعملوا شركة واحد يعني ها هذي الخدمة اللي تخدم واذا يخطيش بدينا احنا سيلياس في اول منتداء عملنا على الصحة شاركوا معنا يونيماد من ناحية شاركة جي كيوب بعد دخلوا في الكونتاكت مع بعضهم واتت اوكلا علش لانهم لاثنين جهزين المشاريع الاخرى اذا فم مشاريع في هذا المستوى من الجاهزية تنجم المجال تختصر لانه هما بريفي ماذا بيهم الامور تتسرع وماذا بيهم يبدوا يخدم رياحهم ويربحوا وينجزوا المشاريع الامر تقني ومادي ومالي شناش بنعرف على المشاريع العمومية والاتفاقيات اللي تساحت بين تونس واليابان على هامش التيكاد الرقم 47 اتفاق عمومي عندك لا هو المشاريع اللي عرضتهم تونس كدولة في الإطار الثنائي رو على هامش مش في داخل في التيكاد يعني على هامش التيكاد عرضت اظن 46 مشروع وهذا بالطبع يطلب جهود كبير ياسر من طرف الجمهورية تونسية باش تشوف آليات يعني متابعة ودافع على حظوظ المشاريع هذه لكن احنا كغرفة مستعدين باش نحطوا كل قدراتنا على الأقل المعنوية لأننا علاقة طيبة مع عديد المنظمات الحرافية اليابانية باش نعاون نجمو نعمل لجنة مشتركة ببعضنا لمتابعة حتى المشاريع العمومية يعني مفهم حتى يشكيل فيها هو ما المفروض أنه هذا يكون إعلان لحقيقة فوري بعد التيكاد وقت اللي يصير المجهود هذا الكل ما المفروض أنه اللجنة يتم تكوينها في أقرب الأجان وتنجم يكون لجنة لمتابعة المشاريع الواحدة وثمانين في الكتاب الأبيض وإلى الاتفاقات اللي تم توقيحهم على جانب التونسي موخي الهادرة سيلهادي التونسي يقول لك باهي أوكي أنا تحمست وضيوف وضيوف جاية لتونس ورئيس الجمهورية يستقبل وأزمة هزي لها زادها في اللا كيش خلوها معنى نولا فلي مثال الشيال إي التونسي في القاوة بشقول لكي اشتفدنا نحنا من القمة من الخرش اشرب احنا احنا بلغتنا نرجو نفس الموضوع يعني هو أولا ساعة تونس كانت تحت المجهر لمدة ثلاثهين وعادت في العجلة الاقتصادية وعاوز في الصورة وعادت في أفريقيا وهذا ما عندوش ثمن وهذا ما عندوش ثمن يعني كنا النجم ونعملوا بالملياردوية وما نوصلوش لشياله وجينا حتى العقلي دارنا معنى وذي نقطة إيجابية اثنين ثم حاجات صارت يعني مثلا اليابان اتبرعت بالمئة مليون دولار لمعاضج ضدت سامحني المشاكل الاقتصادية والغذائية والاجتماعية نعيشوا فيها ولو مش هادرة كبيرة ربما مش سوم كبير لكن احترمها معنى ثلاثمائة مليار يعني مش حاجة بسيطة معنى باش على الأقل نخفه من الضغط الاجتماعي اللي عنا في تونس وهذا اليابان عملتوا من الآفين واثناش وهي الضغف الأموال دي باش تعاون تونس في المرحلة الانتقالية اللي توالد يعني هذه حاجة حاجة إيجابية ثانية بالطبع على مستوى الاتفاقيات متنجي مش تكون فما اتفاقيات من حجم الثقيل في ظرف وجيز بالنوع ذا فما بالطبع تويوتا عبرت على استعدادها في الاستثمار في تونس وهذا حاجة حاجة هامة برشة يزبنا نثمنوها لكن في نفس الوقت فما رأوا شركات خاصة لخدمة رأوا يعني احنا نعرف مثلا في التأمين أمي أسيرانس عملت اتفاقية مع السوب هوم يعني هي شركة كبيرة ياسر يابانية وهذا كسب نعرف السناد مرة أخرى على كل ما هو متعلق بالتحليق المياه والتقات المجدة عملت اتفاقية وهذا أمر جيد لأنه وقتها تعملك تويوتا ليتويد كن مهني انت على المشروع متاعك في المستقبل فما في المجال المالي الاتفاقية اللي صارت مع دابل فاذز اللي هو فاند انفستيسما وسمارت كابيتول هي تابعة دولة تونسية هذه حاجة حاجة مرموقة لأنه سمارت كابيتول مش بش تعمل مش تاخد فلوس بالخدمة مع دابل فاذز ومش دعم خاصة لستارتوب يعني هذا هدوما حاجات إيجابية يعني نجمو نثمنهم لكن مرة أخرى مزال رأي الخدمة أمامنا مش ورانا معنا لا لا هذا مهم يسر نحن قاعدين نقوله في علاقة بالمتابعة وقلنا حتى من المرة الأخرى في علاقة بالمتابعة وديمومة المشاريع في حصيلة أولى زي تتكلم عليها تتكلم عليها الخارجية التونسية وقعت اليابان والدول الإفريقية اليابان والدول الإفريقية وفق حصيلة أولية أكثر من 30 اتفاقي تعاون في تار مؤتمر للتوكيو للدول الثامن حول تنمية الإفريقية التي تتواصل أشغال وتتواصل تشغال حتى النهار لحد وأشار محمد ترابلسي عن مزارة الخارجية التونسية خلال المؤتمر صحفي تعقد البرح في مدى الثقافة في تونس إلى أن هذا المؤتمر شارك فيه نحو 20 رئيس دولة وحكومة وملك و20 وزير إفريقي بالإضافة إلى ممثلين على المنظمات ممثلين بلدانهم مهم زاد الحضور هذا يكون تحكي عني سيادتك يقول ترابلسي كذلك أنه وفيما يتعلق بأهم رسائل القادة الأفريق الأول خلال يوم الافتاح أشار ترابلسي إلى أنهم ركزوا على تحقيق السيادة الغذائية في أفريقيا والحصول العادل على الطاقة والدعوة لوصول الدول الإفريقية إلى حوق الصحب الخاصة لصندوق النقل الدولي لفخيك إفريقيا زادة كذلك تخرج للعالم تبيع أحسن ما عندها وتقول أنا إفريقيا هني موجودة بالثقل المتاعي من خلال البوابة التونسية وهذه حاجة شرفة كبيرة سلطونس كان موعد متعهاب بالحقيقة على بأتم معنا الكلمة وهذا وهذا يتربح التونس أكيد احنا ركزنا حتى في الزيليمون لانجاج متاعنا في خطابنا مع الطرف الياباني بالطبع عديد البلدان تدعي أنها بوابة الأفريقية وهذا شيء طبيعي وعادي لأنه مدام عندك مطار في أفريقيا أنت بوابة لكن أحنا حابينها تكون منصة رو فما فرق كبير ياسم من بوابة وبلاتفورم لأنه السلياس مش تجلب أنت الاستثمار فما على الأقل حاجتين أساسياتين يا أما أنت بلد غني وعندك موارد طبيعية وقتها يقع غض الطرف حتى على مناخ الاستثمار بيدو لأنك عندك ما يكفي من الموارد باش المستثمرين يجيوك وإلا عندك خدمات من مستوى راقي اللي هي تغطي على قلة الثروات الطبيعية هكذا لازمنا نحسنه في مناخ الاستثمار بلدنا لأننا معناش ثروات طبيعية اللي بيجيز تجلب المستثمرين بالخدمات ونعمل من بلدنا منصة للاستثبار لا كسوق مرة أخرى لكن كنقطة انتلاق ونقطة ارتكاز للمؤسسات والهنا يجي الأرباح الكبيرة خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية اللي احنا عنا مرة أخرى فيهم شوية امتياز بالنسبة للمنافسين واضح في كلام ويقول التنمية في إفريقيا 30 مليار دولار في القار في السنوات القادمة سيتام باكتول موجود مع الكن انت تخدم بشتخذ جزء متاعك منه 30 مليار دولار ويقول ويعطيك الانديكاسيون وين يقول الاستثمارات في الأخضر تعزيز انظمة الصحة والوقاية من الأوبئة ويقول الاستثمار في الإنسان كوشيدا واضح رئيس الحكومة الياباني واضح يقول هاي الثنية اعطيني مشاريع في الثنية هذه عندي 30 مليار اخذ منها 30 مليار دولار اخذ منها جزء متاع هذا هو معناه لأن هذا ما يميز المستثمر الياباني على المستثمرين الاخرين يعطيك الكادر وهذا هو الكادر تعطي كادر ويش ربحكا عندها فلسفة متاحة وفيها ربح عليش عندك 30 مليار محتوطة دعم للاستثمار ما هيش فلوس تستنى لكن إذا أنت عندك مشروع ومشروعك يعني جدي تنجرم تمشي للصناديق هذه وتاخد دعم اثنين روما تنجرم تستثمر مع ياباني لأنه ملتزم بالبادئ هذه أنه يجب يكون الاستثمار نظيف يجب أن يكون الاستثمار فيه احترام للبيئة يجب أن يكون الاستثمار فيه الطاقة المتجددة اللي هي حقيقة في نفس الوقت ذات قيمة مضافة عالية وفيها أرباح كبيرة وطألة اثنين وهذا العنصر الأساسي اللي رأيناه حتى في تونس أو طبعا نعطيك مثال ملموس هو البعد الاجتماعي البعد الاجتماعي للاستثمار إذا مع الياباني ما تحترمش البشر لأنه كيف يحترامك البشر شنو اللي يصير الانتاجية متاع البشر كتبدا ما احترمه وانت في الشريكة ينتج لك أكثر ويبدأ خطر نفسيته مرتاحة وقدره يعني قدره مصان نعطيك مثال بسيتيازة اليابان تمول صندوق تابع الأمم المتحدة وموجود في تونس فيه اعتمادات يابانية اسمه بيزنس معناها الاستثمار وحقوق الانسان يحبوا يشجعوا شركات اللي هي تحترم حقوق الانسان في داخل المؤسسة في داخل الشركة بيش مرة أخرى عندك حاجتين يعني هي يحاطة بالبشر كبشر ثم برنامج مثلا القيزان مثلا اللي هو طريقة الانتاج كيف يش تحسنها كيف يش تحسن في الانتاجية يعني عندك أمور تقنية وعندك أمور إنسانية كي يجتمعوا لثين في داخل الشركة الشركة متنجم كين تربح وتكبر وتزدهر هذا هو اليابان داكوردوا هذا هو اليابان وهذا هو التنقول المبادئ اللي يخدم عليها اليابان لجانب الربحية بطبيعة الحال لكن هو بيدو اليابان موجود في سوق تلفوسية حول الافريقي وهذا هو اللي بشي خلينا احنا زدنا نعمل خيارات الدبلوماسية اليوم لاجريسيفيتين متاع الصين يقبلها يقبلها النوع من السوف لما عند الجابوني في علاقة بالخيارات الدبلوماسية توجه افريقيا ولذلك هنا تولس ما تعمل الخيارات وهذا عليك سيلياس من المقترحات في المحادثات أنا يسألوني يوم ما مكتعرف رغم دول متقدمة جدا لكن دي ما عندهم تواضع مفرد ساعات يسألوني كيفاش ترى النجم والنمي والاستثمار متاعنا في افريقيا بما انك افريقي يعني الجواب دي ما واضح يعني بالنسبة للياباني افريقيا نطلب منه انا وهوما بتبعتهم ماشين في التوجه هذا انه ياخذ المجالات اللي هو يمتاز فيها وعنده فيها اشوات واشوات السابق يدخل يبقى في السيجمون متاعه ما يمشيش متاع المجالات اللي ربما مشاريع الكبرى ساعة سدود ولا غيره يمشي في المجالات اللي انت قوي فيهم ولي عندك اسبقية على الاخرين وهذاك عليش حتى في اختيار احنا المجالات في الواحد وثمينة مشروع مشينا في النظر المجالات اللي اليابانين ممتازين فيهم ولي احنا جدا عنا اضافة نجم نجيبها لذا كل تونس ونعود نأكل من هذا المنبر سيلياس وان شاء الله على مستوى الحكومة المقترح هذا يخذوه بعين الاعتبار هي جعل اليابان حليف اقتصادي استراتيجي لتونس اذا ندخل في الثنية هذه وكانت الطلب بتاع اليابانيين واضح فم اتفاقية عالقة منذ سنين وسنين اللي هي اتفاقية لنون دوبلا مانيش عارف حتى تقنيا عليش نستناول التوى باش من من وقوهاش روى المستثمر الياباني اول حاجة يسأل عليه هيا هل هل موقعين ولا لانو محبش يكون يعني مطالب بدفع ذراء من كل من كل الجهات وارغمنا عنا نفس الاتفاقية مع عديد البلدان الاوروبية يعني يجبنا نجاوز العقبات هذه اذا كان حتى تقنيا احنا مستعدين كغرفة نتكلم باسم الغرفة ان نرفع مقترحات تقنية رسمية تقنية ملموسة ورسمية للجانب اليابان للجانب التونسي اولا لدراستها وتبنيها معنا لوكازيشيو اذا تفضلوا باش من بعد نجمه نرفع العقبات هذه وهذه مش هي الوحيدة اذا كان نحب نوليو احنا لليابانيين يجبنا نعطيهم امتيازات يعني والامتيازات واضحة فما حاجات مع البلدان الكل هو مناخ الاستثمار كالكل وانتي تعرفهم ولينا تحكي فيهم يعني يعني ديما وفما حاجات اذا كانوا شريك استراتيجي كما عاملين مع الواتحاد الاوروبي فما امتيازات يجبنا نفس الشي لفايدتنا رموش لفايدت المهمة يعني لنخرجوا كل اللغة شعبوية مش يجيوا ياخدون خياراتنا وكذا معناش خيارات كان عنا رانا رينال خيارات لا في الارض ولا فوق الارض لذا يجبنا نخدم احنا على الحاجات الايجابية اللي عنا هي الطاقة البشرية شبابنا لانو شفنا في المشاريع اللي اعطوهم الستارتوب متاعنا حقيقة اليابانيين وجباز معناش معجبين لابد الحدود لكنهم ما كانوش يتوقعوا اللي انستديب في المستوى هذيك اللي واتناه في المستوى هذيك معناش يقابل بعضه يقابل بعضه ومستعدين باش ناخدوا نفس القاطرة مع بعضنا ونستثمروا في افريقيا ويكون الياباني حليف ويعمل من تونس نقطة ارتكاز كما عامل من كينيا ومن افريقيا الجنوبية شكرا لك سي الهيدي برعباس علي صور في التجارة والسنة تونسية اليابانية فما عملاق ياباني يستنى يستنى للدخول الى افع يستنى حاضر لي الدخول الى السوق الافريقي يقول اللي هو على السنوات القادمة حتى 30 مليار دولار على الطاولة يقول لك انتي اعرف كيفاش تكون سيدويزان اعرف كيفاش تغريني اغريني اذا كان المشاريع تمشي وتتماشى معايا وتعطيني التقاء ممكن التقاء ممكن تفضل سياسي وجستما خطر فما مثل كان الاجزمبل تا اونيماد اونيماد مش مش تجيب السلعة اليابانية وتحطها في باكوات تونسية يعني توا في الوقت اني حكي فيه معاك فما مهندسيين يابانيين في اونيماد يعملوا في فورمشيان باش ينقلوا تكنولوجيا من عند يد اليابانيين لأيدي تونس لانه لقاوا من الكفاءات التونسية اللي قادرة باش تضمن التقنية ديك وتخدمها على قاعدة مش لفاية تونس فقط لانه في فكرة مهمة انطلاقا من تونس مش يصدروا لكل البلدان الافريقية بأسوام يعني معقولة لانه معاش امبرته من الخارج فمش كون استهز بفكرة انه يكون مثلا فما وكالة فضاء تونسي عليش لي يا جماعة نحب نفهم عليش لي فمش يقول في البلاد اللي انتردي فيها الدرون كيف تعمل وكالة فضاء تونسي نبدأو 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 وقت اللي نازع بدأت في وقت من الوقات والعركة موجودة ما بين وكالات الفضاء الروسية والامريكية كانت الناس تمشي ما زال تمشي على الدواب في بلادنا ولا في بلدين اخرى شو مشكل نبدأو نبدأو وتنشوفو من بعض وين توصل لحكاية ساعات القوى الحية للبلاد وقت اللي تكون عندها امل نرافق الامل مثالش النجم من بيعوش الاوهام لكن الرافق الامل لكن اليابانيين هم اللي يزون ايدنتيفي الكفاءات هذه في تونسي ومش مجايين ناكي كعاتباطي حاجة حاجة الفية مكات متاع مكات متاع ساتليت الحقيقة بئس المصير اذا صح الخبر الحقيقة ما عنديش الحقيقة الرد بالي من اللي نقراوه منه وتقراه من عند بعض المهتمين بالشأن الفضائي في تونس ومختصين انا الحقيقة ما قريتش بيان رسمي لكن كان صار يخوف ولا نعرف نجم يصير لكن الاهم سيرياس انه مش الاستثمار يجب يكون متابق القانون يجب القانون يتماشى مع الاستثمار باش يشاجع الاستثمار يعني مش قانون مكبل الاستثمار معطل الاستثمار يجب القانون بالعكس يواكب الاستثمار ويسأله ديما في احترام القانون لانه دولة ما عندهش قوانين وما تحترم قوانينها كيف كيف ما تجلبش المستثميرين هونتو كاس الهيدي على خلفية قانون صرف ولا غيره السيد الوزير الاقتصاد في بلوم الموضوع كل مرة يقول لنا لو فما نستنى ونستنى وشنون نجمونا عمل واخر في انتظار زيادة مؤسسات دايما قادرانا غدوة تشرع ما في مبرش حاجة مناش فاهمين هونس الهيدي لكن ميسانش بهي بهي فالأثناء نقدموا نس كل مبعضنا شكرا لكس الهيدي بن عباس رئيس الغرفة التجارة والتصناعة التونسية اليابانية